لكن رؤية الولايات المتحدة بشأن أنه لا رابط لعمليات الحثيين بما يحدث في قطاع غزة يبدو أن هناك دول في العالم تتناقض مع مثل هذا الرؤية الأمريكية حتى دولة إقليمية كبرى في المنطقة السعودية ربطت ما يجري في اليمن بما يجري في قطاع غزة ودول في مجلس الأمن روسيا مثلا تحدثت عن هذا الربط أعود إلى سؤال لماذا لم تلجأ الولايات المتحدة إلى الطريق الأسهل وهو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبالتالي كل هذا التصعيد سينتهي في المنطقة إذن هذا فعلا يا أستاذ صالح أنا لازم أقول أنه ليس من ممكن أن نضع أي مستقية للجمعات الهوثي بنسبة هذه الأكاذين ليس هناك أي روابط بين هذه الحجمات الإرحبية ولازم ندرك أنه الآن نحن نتفق على هذه الفكرة أن أي دولة وجمعات الهوثي تريد أن تكون دولة هي ليس دولة هي الطرفة التي قامت باتخاذ الأراضي في اليمن بقوة وهي ليس دولة وليس هكومة إذن نحن نتعامل معها الآن كهجمات الإرحبية ولكن هي ممكن تريد أن تكون دولة هل نحن نتفق الآن على أن المبادئ الجديدة لدينا في الآلم الآن في سنة 24 أن أي دولة التي لا تتفق مع شيء في مناطق أخرى لديها حق لشن حجمات إرحبية على سفور ممكن في المستقبل سنرى حجمات ماذا على الطائرات هل هذا مقبول؟ لا هذا ليس مقبول لأي دولة بما في ذلك الوليد المتاهدة وأي دولة في هذه المنطقة أنا لا أسمع ولم نسمع هتا لأن أي دولة في هذه المنطقة تحاول أن تبرر وتحاول أن تقول أن جمعات الهوثي لديها الحق في نصف يعني هذه الدول لم تبرر العمليات ولكنها ربطت التصعيد الذي يحدث في هذه المنطقة بما يحدث في قطاع غزة وكانها تطالب بأن يكون هناك توقف للعمليات هناك لكن بالعودة إلى ما تقوم به جماعة الحوثي هم يطرحون رؤية تقول أن عملياتنا لا تستهدف الإضرار بالملاحة الدولية وإنما فقط المطالبة وبشكل سلمي بعدم مرور السفن عبر باب المندب بما أن هناك حرب في قطاع غزة وأن من عمل على عسكرة المنطقة هو التدخل الأمريكي كيف تنظرون لهذه الرؤية؟ وثلاثة الأشخاص الموزفين في السفينة الذي قتلوا من يد جميلة الهوثي وكل هؤلاء في السفينة الأولى ما زال في يد هوثيين كرحان وكل هذه الضرار للأشعوب في المنطقة الفرسينيين، اليمنيين، السودانيين، الإثيوبيين كلهم هذا بدون أي روابط إذن لازم نقول أن جميلة الهوثي بالرغم من ماذا تقولها هي الآن تخطر الآلم وتعارض الآلم للخطر بسبب هذه الهجمات ليس هناك أي تبرير طيب، تهديد العالم كما تقول سيد سامويل لماذا إذن لم تشترك مع الولايات المتحدة دول كثيرة خاصة في الإقليم مع هذه العمليات؟ أم أن هناك من يشارك معكم بشكل سري؟ إذن هناك دول التي تشارك في كل هذه الجهود منها لازم نذكر أن الجهود لوقف هذه الهجمات الإرحابية من الهوثيين بدأت من بداية هذه الهجمات مع الجهود الدبلوماسية مع البيانة المشتركة في مجلس الآلم مع تعسيس هذا التحلف الجديد تحلف دفاعي تحلف حرص الاستيحار ومرور إلى هذه العمليات الأسكرية ليس حقنا لولئة المتاهدة أن أتحدث أو أتكلم باسم هذه الدولة الأخرى نعم لحق كل الدولة لأننا نخترم سيادة الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا